تصريحات مهمة لوزير الخارجية المصري على هامش مؤتمر ميونخ للأمن كانت هناك جلسة مشتركة في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن تحدث فيها وزير الخارجية المصري وكان معه أيضا الوزير الخارجية السعودي أهم ما قاله وزير الخارجية خلوني سريعا أقول لكم أي عمليات عسكرية في رفح ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي المصري لا ننوي إعداد أي أماكن آمنة للمدنيين في غزة الحديث عن بناء جدار على الحدود مع غزة هو افتراض ونحن نجري عمليات صيانة أوصلنا رسائل بشأن التهجير الداخلي والخارجي للفلسطينيين أنها تمثل خطا أحمر بالنسبة لنا عملية عسكرية في رفح ستكون لها نتائج كارثية نستعد لكل سيناريوهات لكن هذا ليس تشجيعا على التهجير ولا نحضر منطقة آمنة للفلسطينيين لا نعمل على خطط طريقة بشأن استقبال الفلسطينيين في مصر دي أهم التصريحات اللي قالها وزير الخارجية سامح شكري في الندوة التي شارك فيها مع وزير خارجية السعودي في مؤتمر على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ كانت هناك أيضا تصريحات مهمة للفريق شوشة المحافظ شمال سينا يتحدث فيها عن بناء منطقة لوجستية هو نفى في هذه التصريحات بناء منطقة أمنية عزلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين لكنه قال ما يتم في مناطق شرق سيناء وتحديدا في رفح هو قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب بهدف تقديم التعويضات ثم تحدث أيضا عن منطقة لوجستية في منطقة رفح لاستقبال المساعدات لصالح غزة وتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش دي المنطقة اللي هي يعني طبقا لما قاله المحافظ دي منطقة عتكون زي ساحة انتظار فيها يعني منطقة فيها أهوة فيها حمامات فيها يعني خدمات للصائقين لأنهم بيعودوا مدة طويلة في انتظار الدخول إلى غزة وقالي الآلن المنطقة التي يجري إقامتها وتجهزها تضم أماكن انتظار الشاحنات مخازن مؤمنة مكاتب إدارية أماكن مبيت للصائقين وتزودها بوسائل المعيشة والكهرباء تقريبا ده نفس الكلام أيضا اللي قاله دي رشوان رئيس هيئة الاستعلامات الذي نفى نفيا قاطعا أمس مات دولته وسائل الإعلام الدولية اللي قالت أنها رصدت بالأقمار الصناعية مصر إعداد مصر لمنطقة لمنطقة لتأمين الأولز تضافة الفلسطينيين إذا ما حدث ذلك وقال أنه رفض ده تماما وقال أن هذا لا يمكن أن تتخذ مصر على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض مع ما أعلنته من رفضها لأي تهجير قصري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه وخصوصا للأراضي المصرية خلونا نشوف جزء مما قاله وزير الخارجية المصري سيد سامح شكري في مؤتمر ميونيخ للأمن ونرجع تاني منذ البداية أوضحنا للإسرائيليين والشركاء أن موضوع التهجير هو بمثابة خط أحمر وأنه خرق للقانون الدولي الإنساني وسواء كان التهجير داخليا أم خارجيا فهو أمر لا يمكن السماح به أو التهاون فيه أو قبوله نظرا لضخامة التهديدات التي يمثلها هذا التهجير على الأمن الوطني المصري وما من شأنه أن يضع ضغوطا على العلاقات الثنائية المصرية الإسرائيلية ونحن نريد تجنب النتائج المأسوية التي يعاني منها المدنيين في غزة والتي يبلغ عدد سكانها مليون وثلاثمائة ألف أو ربعمائة ألف مواطن وهي أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان وأن أي عمل عسكري هناك سيكون له آثار مدمرة على الموقف الإنساني الذي يعاني الناس فيه بالفعل من نقص المأوى والغذاء والدواء والرعاية الصحية نحن لا نتعامل مع الأمور الافتراضية وسنستمر في دعوة جميع أصدقائنا وكل أولئك الذين يفهمون حجم التعقيدات والمخاطر المرتبطة بهذا الموقف لكي يقدموا الدعم ولكن ليس بالكلمات وإنما من خلال قيامهم بتوضيح العواقب التي ستنتج عن التهجير وأعتقد أن هذا أفضل أسلوب لتجنب تلك العواقب ونحن لا ننتوي القيام بتوفير مناطق أو منشآت آمنة ولكن إذا حدث شيء ما فإننا سنتعامل إنسانيا مع الأمر ونوفر الدعم للمدنيين الأبرياء ولكن لا ينبغي أن يتم تفسير ذلك على أنه تشجيع أو قبول لاحتمالية وقوع مثل تلك الفرضية وجود الإسلام أموال إلى النحو ترجمة نانسي قنقر Wirtschaft Polskic